بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد فهذه قراءة لأرجوزة اللآلئ الباهرة في أداب تلاوة القرآن الباطنة والظاهرة على ما ذكره الإمام الغزالي المتوفى في سنة 505 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله في الإحياء وسميتها أيضا بنظم اللآلئ في أداب تلاوة كلام ربنا العالي من الإحياء للإمام الغزالي من نظم محمد بن أحمد بن محمود آل الرحاب المدني أغفر الله له ولوالديه والمشيخ والمسلمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لمن قد أكرم الذي أحب بحسن خلقه ووافر الأدب ثم الصلاة والسلام المنتقب على النبي المصطفى فخر العرب والآل والأصحاب مرفوع الرتب والتابعين الباذلين للقرب وبعد إن هذه أرجوزة لطيفة في بابها وجيزة عنوان أعلم لآل الباهرة في باطن الآداب ثم الظاهرة أعني لدى تلاوة القرآن عن الغزالي رفيع الشاني في سفره المبارك الإحياء لكي تكون تحفة الأحياء فصل في ذكر عدد هذه الآداب مجموعة وعدد الآداب التي تختص بكل قسم من القسمين عشرون عدها جميعا نصف لما بدى ونصف ما بطن أولا الآداب الباطنة فهم الذي به من التعظيم فإنه من ربنا الحكيم كلام ربنا الذي على على جميع خلقه وبارئ الملاء ولطفه بالخلق في إمكاني تلاوة لأحرف القرآن وبعده التعظيم يا من قد سمى لربنا الذي به تكلما كلامه يفوق ما به البشر تكلموا وكم بذاك من خطر معناه لا يفهمه سوى الذي طهر قلبه فطهر وانبذي منه جميع ما يكون مانعا وحاجبا عن فهمه وقاطعا ولن تعظم الإله دون ما تعرف أسماء له معظما وما له جل من الأوصاف وفعله سبحان ذي الألطاف فمن لصاحب الكلام عظما عظم كل ما به تكلما ومن تلاه ساحيا وغافلا فنور قلبه يكون آفلا وبعده حضور قلب التاني منصرفا له عن الأشغال منصرفا به عن الأشغال ونافيا عنه حديث النفس فإنه الجالب كل لبسي يجرد الهمة في تلاوته مستأنسا به لدى قراءته مكررا لآية فيها سها حتى يكون قلبه منتبها رابع لا ذابه والتدبر بعد حضور القلب والتفكر يعين من أراده الترتيل كذلك التكرار يا فضيل خامس الأداب هو التفهم من كل آية بها ما يعلم عن ربنا أو عن الأنبياء وعليهم الصلاة والسلام وعلى نبي محمد أفضل الصلاة والسلام عن ربنا أو عن الأنبياء والسعداء وحال الأشقياء وما بنفسه من العجائب وما يرى في الكون من غرائب قرآننا المنبع للعلوم مستودع الكنوز للفهم ميزان حال الطالب المريد مقرب أم رتبة البعيد سادس لا ذاب هو التخلي عن مانع الفهم حجاب العقل فأكثر الناس عن المعاني لذلك القرآن في حرماني وإنا من ملكوت الله يحجب عنها كل عبد الله أبرز ما يمنع عن ذا الفهم أربعة أبانها ذو العلمي منها انصراف الهم للحروف وما لها من مخرج مألوف مبالغا فيها مع التكلفي في النطق غاليا مع التعسفي ثم التعصب البغيض الأعمى مقلدا جلا وبئس المرمى ثم ترصرار على الذنوب والكبر والهوى لدى القلوب بها ظلام القلب مفتاح الصدى وهي السبيل للهلاك والردى تراكم الشهوة حب العاجل أخطر حجب للقلوب قافلا زهد الفتا والذكر والإنابا مفتاح فهمه مع الإصابة رابعها الظن بحصر المعنى فيما تلاه أو بكتب عنا أو اقتصاره على المأثور عن بعض أهل العلم في المشهور رابعها الظن بحصر المعنى فيما قراه أو بكتب عنا أو اقتصاره على المأثور عن بعض أهل العلم في المشهور يرى سوى ذاك من المردود حتى ولو برأينا المحمود إن معاني القرآن واسعة مثل البحار الزاخرات الشاسعة سابع لذاب هو التخصيص وذا البيان أيوى الحريص يقدر السامع أو من قد تلا بأنه المقصود من رب الملا بأنه المقصود من رب العلا فهو الخطاب المنزل الرباني لكي به يهدي بني الإنسان لكي به يهدى بني الإنسان كلام ربنا العظيم الباري لكل سامع وكل قاري فكل قصة به للفائدة وكم بها منفعة وعائدة يحرص أن يمتثل الأوامر ويترك المنهي دون مامر يرجو لدى الوعد يخاف من وعيد يسأل ربه من الفضل المزيد يسأل ربه لدى الفضل المزيد ويسأل الجنة عند ذكرها يعوذ من نار وسوء حرها ووشفى لكل من قد آمنا دل الروح والجسم لمن تيقنا ثامن لا داب والتأثر أي بالذي يفامه يغير تراه دوما في رقي الحال بالحزن والرجاء مع الإجلال بحسب الآية أو ما تثمر يكون حاله الذي يعبر وكل من كان برب أعرفا يزداد خشية يكون أخوافا وكل من كان برب أعرفا يزداد خشية يكون أخوافا بذا فقط يذوق بالتلاوة ما لكلام الله من حلاوة بذا فقط يذوق بالتلاوة ما لكلام الله من حلاوة ليس كمن يحرك اللسانا بدون أن يحرك الجنانا فلتشتغل بعد حصول الحال بصالح الأقوال والأعمال فإن من تلاه دون ما عمل بما به فإنه عين الخلل ثلاوة القرآن حقا ما اشترك فيها اللسان العقل قلب ما ترك تاسع لا داب هو الترقي ليسمع القرآن من ذي الخلق فهذه أعلى المراتب الثلاث تنذر في الأصل لكل ذنبعات وكل من لها من الورى وصل فلا تسل عن الذي له حصل من منتهى اللذة والنعيم والأنس والسرور والتكريم وحين ذاك قط ليس يشبع من القرآن قارئا ويسمع وحين ذاك قط ليس يشبع من القرآن قارئا ويسمع عاشر لا داب هو التبر من حوله وقوة فلتدري من حوله للنفع والترقي كذا من التفاته للنفس فإنه سر الشقى والتعسي فإن تلا آيات مدح لا يرى بأنه المراد بالمقصرا وإن تلا آيات ذا من حينها يشهد نفسه يرى عصيانها في كل آن يشهد التقصيرا ذا سبب القرب فكن بصيرا ولا يكون دائما مشاهدا لدى تلاوة سوى من وحدا وحينها يمن بالمكاشفة عليه ربه وبالملاطفة نسأل ربنا الحضوظ الوافرة من ذا بدنيانا وعند الآخرة ثانيا الأداب الظاهرة الأول علم النحال القاري لدى تلاوة كلام الباري مثل تطهر مع استقبالي الكعبة الغراء بالإجلالي القبلة الغراء بالإجلالي أو الكعبة الحسناء بالإجلالي في هيئة السكون راعي الأدب بغير ما كبر فإنه العطب وأفضل الأحوال وهو في صلاة في مسجد مع القيام بانتباه وأفضل الأزمان وقت الليل فكم به ينال حسن النيل والثاني منها فزت بالأنوار حال قراءة بلا إنكار ومدة الختم وعادة السلف فيه وفاز من لحالهم عرف أفضل ذا من ورده الأسبوع أقل من ثلاثة ممنوع إلا لدى الفاضل من أزماني أو حال نو شرائف الأمكان إلا لدى الفاضل من زماني أو حال نو شرائف المكان ثالثها في وجه قسمة أتت فمي بشوق حزب وأصحاب ثابت فمي بشوق يعني الختم في أسبوع اليوم الأول من الفاتحة الفاء إلى المائدة واليوم الثاني من المائدة ليونس الميمليا وبعد ذلك من يونس لبني إسرائيل ثم من الإسراء للشعرة ثم من الشعرة والصفات والصفات لقاف ثم من قاف للناس رابع لا داب هو الكتابة وما أتى في ذاك من إصابة من حسنها والنقط والإعجام مع العلامات بلا إبهام والخامس الترتيل يا نبيل وحب ذا من صوته جميل يعين من يتلو على التدبر وهو سبيل الفهم والتفكر قد استحبوه أي الترتيل قد استحبوه ولو من أعجمي لا يعرف المعنى بلا تفهمي سادس لا داب هو البكاء من خشية الله بارتقاء لدى تلاوة بارتقاء وليتكلف البكاء من وجد قساوة القلب ودمعه فقد وليبكي حين ذاك بالقلب على سيئ حاله وما بهم تلا وليستعن بالحزن فالحزين منكسر دوما ومستكين سابع لا داب بأن يراعي حقوق لا يحال للطلاع يسجد إن آية سجدة تلا أو حين لاستماع ممن رتلا ولينظر الأصل الذي أراد زيادة مما به أفاد فمنها استعاذة في الابتدى تأثر سؤال ربه الهدى ثم تتصديق لدى انتهاء مع رغبة لله والدعاء هكذا ذكر في الأصل أن يقول يعني أن يصدق يقول صدق الله العظيم أو نحو ذلك وعد بعض أهل العلم هذا الشيء ليس من السنة والله مستعب والتاسع الجهر مع الإسرار وأيها الأفضل عند الباري وأيها الأفضل عند القاري وفقه ذا فلينظرا في الأصل لمن يريد بسطة في النقل لمن يريد بسطة في الفضل وفيه فضل من تلا من مصحفي ونفعه العظيم عند الأعرف والعاشر التحسين والترتيل بغير تمطط فلا تميل إن التغني بذا القرآن يزيده حسنا بلا نكران ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا ولا يخفى قول الصحابي الكريم لو أعلم أنك تستمع لخراط لحبرته أو لحبرتها لك تحبير لحسنتها لك تحسين إن التغني بذا القرآن يزيده حسنا بلا نكران يحب ربنا ذوي الصوت الحسن عند تلاوة الكتاب المؤتمن حديث ما أذن الله لشيء إلى آخر مقار صلى الله عليه وسلم الخاتمة الخاتمة هنا انتهاء هذه اللآل تمت بعون الله ذي الجلال نظمتها بثغر جدة الأبي حقق إله رغبتي ومطلبي في منزل الشيخ الوفير الجودي ابن الكرام المرتضى محمودي يا رب نجعل القرآن مؤنسا يا رب نجعل القرآن مؤنسا لنا ربي عن دائما مجالسا نتلوه بالليل وبالنهار في حالة الإسرار والإجهار نبصر ما فيه من الأنوار نعلم ما حوى من الأسرار نرى الذي به من العجائب المدهشات العقل والغرائب ونجتني منه أطائب الثمغ من كل باه باهر من الدرر نحن وكل الأهل والأصحاب وكل نسلنا مع الأحباب نظل هكذا على الثبات نظل هكذا مع الثبات في مدة الحياة للممات في مدة الحياة للممات اللهم صلي وسلم وبالك على أبي محمد بعدد خلقك ورضى نفسك وزين وتعرشك ومددد كلماتك إلهي نججني من كل ضيخ فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لي في المدية مستقرة ورزقا ثم دفن في البقية وفي اللي ولوالدين ومشيخ المسيمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقين عذاب النار اللهم نسألك من كل خير نسألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من كل شرن استعاذ بك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الجنة وقرب إليها من قول وعمل وعود بك من نار وقرب إليها من قول أو عمل اللهم نسألك حبك حب من يحبك وحب كل عمل يقرب ونناقر حبك يا رب العالمين ونسألك من خير كل عجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من شر عجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك من كل خير الخزائنه بيدك ونعود بك من شر كل ذي شر ان تأخذ بنا صيتي يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبرك عن نبيه محمد على أهل وصحابي أجمعين